السلام عليكم أخوتي والله يزازيكم بخير راني ما جيت نهضر معاكم حتى تقهرت وحتى تحقرت تحقرت أدبو القلوسي جاء عندي وقال لي يا دليلي لوكالا أنا راني غادي نجيب لك حق أولادك قلت له أخا أعطيت زيناء ومشينا ندير له لوكالا أعطاني سيني وسيني هنا سيني هنا سينيت على لوكالا طرت مدة 2017 وأنا كنقول له كين شي حاجة كين شي حاجة يقول لي بقي ما كينوالوا ما كينوالوا مشينا جمعوا ولادي جمعنا كنا ومشينا إلى قادير مشينا باش نشوفه واش كينش حالا عيطنا لي قال لي نما كتساولوني اختى حاجة هاكوا بعتيوا وليا كل شي دبها هالوراقهما سرطم لنغي مع واحد السيد جاب لينا لديك الأوراق فيه عقد بيع إحنا ما بيعنا لوالوا ديالي شهد البيع ديالي شهد البيع ديالي شهد البيع سنبيع جز ديال المليون نبيع فيها كتر عشرين عارض ولا أسميتوغن بيعها جز ديال المليون وخاخوسين مشي غين ساعة وما غنبعش رزقوا أولادي بجوز المليون جنة صبعلية حيت عرفني نية حيت عرفني ما كان عرفش حيت أن أولادي مساكن فيه ما قلت ليهم يالله زيدوك يزيدو ختم لي بقلها وكان قلوا واعية شوية كانت مريضة 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 بوحد العصب ما عندوش الحد غير بدويان عايشة غير بسميته كل مرة كتخلينة كل مرة كتطج كل مرة البنت ما وعياش هالولد صغير عندو عثر سنين ديكسة اللي جان صب عليا وش اخوتي وخاكو كنت أنا أمية وما كان عرفش هاد السيد هاد اللي كان كيجي وزرت فيه ثقة ما يديرش فيها هاد الشمتة كل هاللي خلا دبع ولدي الولد من اللي ساق الخبار هو مريض من اللي ساق الخبار وهو عطيها القارو 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 حتى سمى مثل يلقى بشها لأوليه ما بقىش ولدي ولدي ما بقىش يقدر اختاري لا يأكل اللي الشرب لوالو الطباب بشها ليلو محسين الله إذا زيهم بخير أبغاوا يقفوا مع وثمتهم ما لقاوش القلب لقاو على الدعية علاش يدير فينا هاد الحالة هاده حرام عليه حرام معليم جنب الله دبعنا كان نطلب كوم أخوتي وكان طلب صاحب الجلالة الله ينسرع الله يكون معاه ويشعر السيدة ربي هو ما يوقف معاه هو ما يقف معنا ويشوف من حالنا ويشوف من حال هاد السامة هاد السامة هاد السامة هذو مساكن في الغدي يمشيوا أرزقهم كي يسكن قدامهم ويقولون لهم أنا أنا بديكشي ديالكم اللي بعتليكم هو نختروا عليكم وما تشوفهم النتاع قليلا كتير العمل السيادين الله يزازيكم بخير إلا ما رشدوني ووريوني فينمشي بقى في النزاع تحملوا دبا مليكتبنا لي ذا كل وكان تحملوا هو الله يزازيكم بخير الله يزازيكم بخير أنا كنت من المسؤولين يوقفوا معايا من أصحاب الوقت يوقفوا معايا هاد الشي هاد تعدوا لي تعدى لي هاد السيد يخضوا ليحقي منه يبينوا لي حقوا أولادي حقوا أولادي لي كيموتوا كيموتوا عرق بعرق راهم كيلي بوليداتوا وكيموتوا كيدل فق هاد الولد الصغير يتيم ما شافووش من حالوه هاد يتامع وانا ما كان طلب والو ما كان طلب ما شي كان طلب بش يعودوني أخوتي ولا شي حاجة غير بش يعودوني غير نطريق الحق وانا كان طلب من ساحب الجلالة الله ينصروا الله ينصروا الله ينصروا إلا ما يشوف رينا غيب حال هاد الملفات وهاد الشي را كل شي بلوريقة وكل شي كاين ولينا راهم اللي كيمشي وقفوا هو يدو طويلة المياه فقادير يدو طويلة فقادير را انا احنا يا را ما كان عرفوا حتى شي حد المياه احنا كابرين هنا وزيدين هنا ما كان عرفوا حد هو قال لك واديرو اللي بغيته انا انا راهي ما قد كل شي كل شي في الدية احنا امر الله تبارك وتعالى وصاحب الجلالة الله ينصروا السلام عليكم اول حاجة كنا نصر سيدنا محمد الساديس وكنطلب من الله من هدى المحسنين من القوضات من قاعة والقضاء يحكموا بالحق في هذه القضية اللي هي فيها هو تاعيق وقادي الله السيد نصب علينا السيد كي يجينا ودعمنا وعمنا نصب علينا ووجاق اللي نديرو لوكالا وستقم بسمنا على عقد بيئة اللي هو الى الحد الان فيه ستاش الارض ستاش العقار ستاش العقار بفعلا نزاع لا تشي حاجة وبالمساعدة دي الموتاق محمد العسري واد الناس دي اللالوبي دي اللاعقار احنا بغى نكون توقفوا معنا وربي يشوفوا وربي يديرنا اشتويل الداخل وناخدوا حقنا ونا رب قوة التاعون المرت وعندي جوز سمامات دي اللقلب الى عش الى عش ناخدوا رزقنا ان شاء الله ما عشنا بغى تانا يرزقنا ياخدوا أخوتي والوليدة وياخدوا رزقهم وانا فعال الله وفعالكم ومحمد الزاديس والله ينصروا السيدنا عيما يقدر على هاد الشي دي اللاعقار ولكن هاد الناس بلاد الحرام هاد الناس بلاد الحرام والسيد تستغل ضروف دينا لاننا كنا تعملوهم زيان وكابر معانا دي كشالة جدارنا هاد الشي ثم انا عملت سيدية تخطيت القلب ديالي والورقة ديال العملية الورقة ديال العملية باش دخلت ديال العملية وخرجوني او تاني لانا لقاوه عندي القلب القلب اللقاوه عندي سيدرب بزاف انا كنشكر كنشكر القائد ديال سيدي بيبي اللي اللي سقبلنا بنزاها وادر معانا بكل صراحة وكنشكر الناس ديال لبيجي ديال بيوغرا اللي خدمت يا بنزاها وبالامانة واحنا ما عندناش المشكل مع ولاد عمامي كامنين السلام عليكم أخوتي أخوتي في 2017 مشينا لغينا لوكارة الولد عمي على أساس فيما كتصل به الويدة يقول ليها ما زال ديكشي في النزاع ما زال في النزاع قلنا لاتشي بزاف من 2015 باقي ديال 2017 باقي ديكشي في النزاع بزاف طلعنا أنا واخوتي باش لغيو لي لوكارة لغينا لي لوكارة ناوحد السيد ما كان عرفوش جاب لينا عقد بيع ونحن نتصدم بديك العقد ما عرفناش وقشاستينا 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 مشينا عمي القهوة شجلاته الأختي ديالي شجلاته شجلاته كي يقول لينا قاعدا نصب عليكم دازعام ونهار كتبقوا تسالوا تحاجة وشيرو وصيروا تدعوه مع البرلماني صيروا تدعوه مع وقشاستينا المهم كي يسدلين أي باب كان نسميته كي يسدلينه وبتنفحنا مشينا المقاطعة باش نعرفوا ديك العقد وقشاستينا 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 في نفس الوقات التي تصنات فيها الأوكالة تصنا العقد البيع جميعا عارفة القضية تصلوا بنا وقشاستينا لا أستطيعوا لم نصلوا لا وقشاستينا لي انا وحكم الأخي كلنا يقرأ وقشاستينا نقرأ هذا المحيل خيانت وقشاستينا ونتظاه أتفهمها قلت لدي أمي القوى قال لي يا جيتي قلت لديه وقاية لغضاء قال لي يا أخا قال لي تتبعني للدار على أساس أن يجبني أمي الحسين سوائل لكي نتفهم معه قبل أن نصل إلى المحاكم بحكم أننا عائلة هي هذه قلت لدي أمي على دار أمي قلت لدي أمي قلت لدي أمي قلت لدي أمي وقلت لدي أمي قلت لدي أمي قال لدي أمي قلت لها في وحده قلت لها في صنع وقلت لدي أمي إذا كان الأمي قلت لدر الأمي أواف قلت لدي أدار قلت لي أستطيع بجميع تработار من المقدم خرج ولد عمي بالعيد خرج عندهم قال له معه التليفون نحيد ناهلي عندنا يعني أستيد عادية الشهادة المقدم كينف عند الجدارمية هي هذيك مشينا قالوا نسيروا تنعية لكم مشينا وهم مع الجدارمية دي بي بي كلهم كيعرفوهم يقومون بتقديم الوراق تعرفوا ما ندرنا في هذا الطبيب، وخطروني وهم يقوموا بتقديم الوراق إعطيتنا وأحد السيدة تعرفت على أختي غرف الجدارمية وعندما يذهبت على المحكامة وقامت إلى أختي ولكنت أجل الوراق يجب أن يعملون لهم معه وكما يمكنهم التقديم المحكامة للإنزكان لكي نتقدمه عند الواكيل لقد أخبرناهم باقي لا يدخلوا هذه المهمة تقدمنا عند الواكيل عندما أخرجت إلى الجلسة القادي الأول متشبت يقول لنا أن يحضر المقدم المرة الأولى استدعى المقدم مجاش، المرة الثانية مجاش المرة الثالثة أعطاني استدعى سافتها عن طريق عاون قضائي لكي يحضر المقدم مجاش المرة الثالثة أصافي قال لنا سأجلبوا المقدم يعني أصحى تبدل القادي تلغات استدعى المقدم جاءوا عندي قالوا لي يرى هما يأخذوا باراءة وأنت غادي تأخذ سورسي إذا لديك شهود أخرين من غير المقدم يأخذهم ما عندك شراه هما يأخذوا باراءة وأنت غادي تأخذ سورسي ما فهمتش تبدل المقدم تبدل القادي تلغات استدعى المقدم ما فهمتش أنا حتى الآن ما فهمتش ما يسميه لديك دوار علاقة كلهم غير عائلة كلهم سيشهد ما عرفتش سيشهد و أخذوا من السلح و أخذوا من القانون أخذوا من قلبهم يوجدون يحضروا من أشخاص و أخذوا من أشخاص أخذوا من أولا يقول لنا بزيدكم نقليكم يعني أنتم خطروا و تنزلوا لا تصوروا من التحاجة لأنهم يعرفون كلهم في أقادير الدعوة للعقد الذي نصب علينا فيه قمنا بإبطال العقد هنا يريد أن يدعي الأقادير لأنهم يعرفون أن الأقادير سيضمس القادية لأنهم يقول لنا بإبطال العقد نطلب من سيدنا و نطلب من القادة الذي لا يزال في قلبه الرحمة و لا يزال يشوف من حالنا و يشوف من الميلف نطلب من الحق نطلب من رئيس النيابة العامة سي محمد عبد النباوي يفتح الحقيق و يشوف من حالنا و يحولون القادية حتى هذه السيدة تغيب كثيرا و هذه البلاسة بلاسته و يتعنته بمكانته و يتعنته بالسلطة و يقاري الحقوق كي ينصب على عبد الله و ينصب علينا موسيقى 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 موسيقى